اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحدة واحدة ونحن نجهز بها وشون يصير طريقة التجهيز مالتا فأول شغلة أبدي أجيب أنني سويت كمية قليلة سويت نصف دجاجة قطعت هذا الفخض وهذا الصدر وهذا الجنح زين قطعتها هاي نصف دجاجة لشوفوها وسلقتها بالبصل والهيل والورق الغار سلقة خفيفة يعني حطيت بصلاية ثرمتها قطع صغار وجبت شمحي لايه وجبت شمورط غار حطيته وهذا عم مع الماء غزلت غسل ممتاز بالماء سلقت المجرد فارن أخذت لها الماء ماتا وذبيتها كلها ليش أسوي هذه الخطوة على كش الزفرة مالتا مع الدجاج هسا أول خطوة اللي عندي اللي أنا شسوي بيها هاي عندي بصل مفروم بصل مفروم هما تشوفون هذا البصل مفروم ثلاثة فصوص ثوم على حالهم بعدهم فلفل فارما آني حمص مسلوق كامل ورق غار هيل نوم بصرة زايدا الكرافوس اليوم حدا أعلمكم في الطريقة الجديدة بالكرافوس حلوة سووها هاي كلها أبدأ أسويها أدب أو شيء البصل أعطي على المناسبة لحاث زيت شوي حاميد عم بستثمر الوقت إليه او شغلة أدب البصل ما عتي بعدين أبدأ أدب الفلسل طبعا عند بيت الثوم و البصل ها ما تشوفون هذا الثوم لبيته و البصل أبراسة عفوا نستطيع لكم بطاطا بطاطا هماتينة مفرومة كلها ممتازة وكلها فيتامينات كلها ممتازة وكلها فيتامينات كلها ممتازة وكلها الثوم طبعا وياها أبدأ أقلب بها بهذه الطريقة هاي خليها شوي على النار بينما شوي تخفت أنتظرها شوي تخفت يعني تتقلّى زين هذا التشرب أنصح بي اللي عندهم فقر الدام أنصح بي اللي يريدون سواء الرجيم أنصح بي اللي يعني يزهق يومي من الأكل اليومي التمن المرق الكباب اللحم هايا فهذا التشريب كلش طيب وحتى بالمناسبة بالسحور أماتين يأكلوا ليش؟ لأنه خفيف دجاج ما يأذي المعدة أبدا هذا شوفون أنا لأقلي بها بها الطريقة أثناء هذا القلي ماذا أفعل؟ أضع الدجاج أقلي وياهم هذا ما ترونه أضع الدجاج لأقلي وياهم بعد لا أضع بهاراتي ليسا ولا أضع الماء مالتي ولا أفعل أي شيء مجرد قلي أضع بطاطا فالفل وبصال والدجاج قلت لكم سلكتها لكن سلكتها أنا سلكتها بورقة الغار وسلكتها بالهيل وشوية بصل ليش؟ والمقادر موجودة على الشاشة إن شاء الله سأتطلع لكم أنا بديت بي تعرفوا ليش؟ لأن أنا أعطبخها على الهواء مباشروا إياكم وأنتظروا جديد يطول حتى هذا التمن أعطبخها على الهواء إياكم كذلك هنا ويا رب الوقت تسعفني يا إلهي إن شاء الله الوقت تسعفني على مدوم البيت اليوم ترتاح تبدأ من ساعة ستة أو متى خمسة ونصف فتحضر الفطور مال على راحتها هذا أحسن فطور طبعا شهي ودسم بالنسبة الوقت هل ترون؟ أنا هذا أقلي قلية خفيفة وعندما أضعتها في الهيل والورق الغار والبصل لماذا أضعتها؟ أضعتها أن أخذ الزفرة من الدجاج كلها الهيل والورق الغار والبصل لديها قابلية لإمتصاص الزفرة من الدجاج أو اللحم الماتنة فالشيء كل ممتاز فأنا أضعتها من المصد الزفرة من الدجاج فأنا سأقوم بعمل التشريب المالي كما أنا أحب رأيكم الآن من القلاس دائما أنصحكم أعزائي المشاهدين أن نضع البهارات وقلي دائما وقلي تكون كل شيء طيبة البهارات يطنكها عجيبة أبدأ أضع الفلفل الأحمر بابريكا هذا هذا هذه هذه طبعا خبطت خبطت كاري دجاج وهي كوركم خبطته وحطها الكمية هاي هذا ما أعطي ملعقة مالكوب زين الكمون ربع ملعقة كوب الفلفل الأسود ربع ملعقة كوب ترى كل السهلة أخر شيء بعدين أضع الماجي مهسة أبدأ أحرك البهار وأن تطلع عندي فضر ريحة بدأت الريحة تطلع عندي ريحة لذيذة مبينة عليها ترى ماذا يصبح لونه ماذا يصبح لونه ماذا يصبح لونه ماذا يصبح لونه هذه أبدا أجعله طبعا كل ما تضعه بالذهن وتقلوه أزيد كل ما يصبح أطيب لكن أنا كما أقولكم ضيق الوقت يعني الآن إذا أضعت الماء وأنتظرت أساسا أنتظر بعد 10 دقائق بعد 10 دقائق سيكون هذا أطيب سيكون ألذ سيكون هناك وأظل أحرك بي عندما أخلي التصاقات أصير بالجدر ما البطيتة ما البصل يعني قاعد أهرس هرس تقريباً شوفوا شكله شوفوا شكله جد حلو صار شوفوا شون قاعد أهرس لأأوخر عفوان للتصاقات الموجودة أنا ماذا بلا ماء ولا أي شي تشوفوا شون صاير بالمناسبة تستطيعون أكلها طيبة بالدجاج حسنا نفسها الوصفة بالضبط وتحطوها على كل شنار هادئة وتقفوغوه تعالوا لبع الساعة الدجاج مستوي فالشيء صار كل شيء طيب تعالوا أخذوا بالدجاج فقط عن يوم قلت لكم حبيتكم فالشيء خفيف والمقادر بالشاشة وأي أسألة أي استفتارات ستطلع لكم أرقام أسهل الشاشة هذه هذه الدجاج أمامكم تشوفوا ما هي تقلة ما هي تحمس بهذه الطريقة نحمس بهذه الطريقة طريعي يطشر منا ويطشر منا رأيته ويطر منا ويطر منا البصل نهائيا لا يوجد منا البصل هذا ويطر أبدأ أضع الحمص مالتي على المهمتين تشبع بالنكهة الحمص بالنسبة لي محضرة تقدرون طبعا الحمص الفرش اللي تاخذوه يابس وتنقعوه ليلة كاملة وتحطوه يصير أطيب ألف مرة من الحمص الجاهز حتى يصير بشوية قوة أثناء الأكل أثناء هذه ومين مرد كاملة فأنا أنصح بالحمص الفرش وبالمناسبة تقدرون في طريقة جميلة الحمص نفسه تنقعوه ليلة كاملة بعد أن تنقعوه تصفوه من الماء تماما تصفوه من الماء تحطوه تفرغوه من الهواء وتحطوه بالفرز عندما تريدون تسحبوه ستجدون حمص كأنه جاهز أمامكم ومين مرد وطعمه كل شيء طيب محتفظة بهوية محتفظة مقادرة لدي طباخ لدي طفا ونعيد لنشغل الطباخ من جديد الآن المهم فنفعل هذا الحمص ملتنا يرجعنا يرجعنا الحمص ممتاز الآن هنا بدأت إذا رأيت قليت كل ما نالك الآن أبدأ أضيف الماء طبعاً أنا لأضيف الماء الآن بعد 10 دقائق أو ربع ساعة أظل أحرك بالجدر إلى أن أرى أستوى تماماً ممتاز الآن أضيفت الماء لا تتشريب لا تتشريب لا تتشريب لا تتشريب وضع باقي المكونات التي تضطيني الطعم والنكهة ولكن أضيف الماء أضيف الماء هي الحركة أسويها لأن تعرفون التساقات الصير البهار التساقات البطيتة البصل الفلفل هذه كل التساقات يجب أن أؤخرها على مططة بعد نكهة أطيب لا يجب أن أضيف الماء لنرى اللون هذا مبصرة مزرفة ثانية وهذا ورق الغار وضع مرقة وهذا الهيل سوف تضيف الماء كل شيء وهذه الطريقة الجديدة الحلوة مع الكرافوس نفوت الكرافوس نشده إذا أريد نأخذ الماء إذا أريد نأخذ الماء نشده بخياط وندخله بداخل أي مكون أو أي طبخة ونطلعه نأخذ الماء لماذا نضعها على مود يطينا بس النكهة لا يسوي للتشريب مالتي أخضر فأضع الهيل الوقت ما أفرغ من عنده مني يفور ماكو يظل يفوره أكمل أشوف أنه النكهة ما تصارت عشر دقائق خمس عشر دقيقة النكهة ما تصارت بالتشريب مالتي أشيلة وضع تشريبي على النار جيد حسنا النار حسنا نحن نغطي التشريب مالتنا ونعوف 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 ما تصير يستوي نشوف الدجاج استوي شو بل كده يساعدنا الوقت أنه يجعلنا إن شاء الله يكمل اليوم وياكم بعد ما أعرف حسنا نرجع على طبقنا الرئيسي طبقنا الرئيسي اللي هو الباقلة مالتنا حسنا كيف نقوم بنا نحن نحن بصلة حسنا نحن نرى البصل مالتي هنا كيف لدي سلة خاصة كل مطبخ يكون سلطة خاصة ولكن يجب أن ينظف أو يثرم البصل أو البوتيتا ويكون سلطة سريعة النظافة السربي ثم سلطة ثرم نبدأ نثرم البصل ثم سلطة ثرم البصل نحن مال ثم سلطة ثرم ثم سلطة ثم سلطة لا يوجد شرط ولكن ترى كمية مالتة تقريبا نصف راس بصل لا أزيت لأن تمن ماتي قليل المكونات من هذه الأكلة وهذا التمن البسمتي والباقي لها الفرش فقط فرش أو مجمدة تنفعل هذه الأكلة لنرى الباقي اللاية قشرتها وقسمتها إهيتي بالنصف سويتها وماذا تبنت؟ يا عيني على هذه الخضرة يا عيني على هذه الخضرة الراقية والمكونات قدمكم بالشاشة هيا نها أنا هسا أبدأ أشعل طباخي أشعل طباخي وحط الزيت اليوم أنا وياكم ده نطبخ طبخ كامل لا أشعل طبخ لأنه يحاكمني لأنه أنا أطبخ هنا أنا أعفوا من الأكلات حكمتني لأنه أنا أطبخها جاهزة لا ينفع أنه أشتغل التميب أقلي جاهز وللن ينفع الدجاج لأنه يجب أن أشتغل جاهز لازم أمامكم هناك طبخ هناك طبخ نطول مثلا بالفرن نطول بالهاية أقول لكم هذه بعدها صارت لكن هناك طبخ ضرورية أنه أنا أستطيع الدعمكم خاصة هذا البرنامج هو الذي أذكر أم البيت يوم شرح السوي فطور هذا فطنها بالمناسبة أحب أشكر كل من الرسائل مالتكم التي تأتي وشكر شيف عمار جربنا الشربة جربنا الكوبة جربنا الهاية ووحدة تقول لي أنا يوميا منتظرتك على المد أنتظرك ساعة ثلاثة يوم شرح السوي أنا محاربة بالفطور هذا طبعا كل تشجيع إليه وداعم شكرا جزيلا منكم وإن شاء الله نقدم مانيول رضاكم بعد أكثر أكثر الآن رأيوا البصل ثرامته حطيته على الزيت قليلا على الزيت عفونا على النار هذا هذا البصل حطيته قليلا أحمس البصل بالمثال اليوم أكدنا كلها جيدة يعني تقريبا لو شوفوا كلها الخضروات بس يعني هاي عندي بروتين بروتين اللحم اللي هو بالباقلة الباقلة نفس اللحم بالضبط زيان يصحولها أحيانا بالفول والطعمية صحولها كباب الفقير زيان لما يقدر أكل لحم يأكل باقلة الباقلة كلش عليها تقريبا معظم دول العالم تستخدمها يصحولها الفول لو نحن نشوف أكلات بامريكا بالمكسيك بفرنسا بريطانيا كل ما يستخدموها كل دولة لها استخدام شكل الباقلة مثلا مصر يسوها فول عراق ماتين احنا نسوي فول بس بغير طريقة نسوي يعني مثلا ناكلها الصبح تمن عفوا ثريد مالباقلة من نصلقها الصبح هو نفس الطريقة مالفول بس تختلف وسوريا سويها شكل الخليجي سويها شكل كل ما يسوي شكل الباقية هي من الفوائد الطيبة كلش الفوائد الممتازة بها بروتين كلش عالي يعني بصراحة أول ما تنزل الفرش أنصحكم تاخذوها تفلسوها تحطوها بالمجمدة تحطوها بالفريز تستخدموها للشتاء وتستخدموها للشتاء لماذا تستخدموها هي كاملة لأنه بروتين لا أستطيع أحدثكم عنه لا أستطيع أحدثكم عنه أشغد بفوائد يعني والله ما لو حتشي الحلقة كلها كاملة عن فوائد أقول لي ما أجازيها أو ما أوفيها مثل ما يقولون هسا إذا شوفون البصل بدأ يحمس عندي طبعا ما قلي على النار عالية شوية نقص النار مات مات حلقة مات حلقة مات حلقة الآن بدأ يحمس عندي أضع هذا الشبينت مات حلقة أكبر على النار عالية شوية والمات حلقة يعني شهية جدا على ممتع شوفو اللون شغط حلوة مات حلقة رائحة حيل طيبة هسه الباقلة واليوم استخدمته هما تم زلطة عندي الشبنت عطيته وهي أحد المقبلات وهي البصل الشبنت أحطها وهي اللبن نأخذ الشبنت نحطها وهي اللبن وزيز زيتون وشوي تنعنع ونخبطه وضوقه هذا الشيء جدا لذيذ تشوفون هسه هايا باللون ماذا قد حلو ما الباقلة الفرش باقلة الفرش وريحة الشبنت ما أقول لكم شنو هايا هايا تشوفوا الباقلة ها الباقادير مرة ثانية هتطلع لكم على الشاشة هسه هايا تشوفون عندي لحم تقريبا 50 غرام 40 غرام لحم مو هوايا مو هوايا لحم ماثروم عادي حسنا هايا أضع ويال الباقلة المالتي وحط هنالنسي باقلات اثنين ثلاثة ما شفتهم حطهم الباقلات هنالن للمقطعات حرامات لانه هزين شوفوا هبدأ هسه أحمس الباقل لا معلتي هزين تمام هسه هنالن سوف أحمس هدنا الباقلات نضاح بالحما انتشار طبعا كل شيء يكون بصير لحم ويالباقلات هنالنسي أضع نضع الملح بعد أن يغلي وضع الماجي الماجي من أي شيء يحبون وضع الماجي سواء مرقى سواء الدجاج سواء تشريب وضعه أثناء الغلايان هذا الماجي يجب أفوركة سأقوم بطوز نضع الدجاج نضع نضع نقلب نضع الريحة الريحة كلش طيبة كلش تعب المكان كلتا الباقلة متية بس لأنها خضرة تشوفوها أنا أحمسها مجرد أن أحمسها تشوفوا منظرها واللحم والبصل كلها نحمسها ما يصبح نستخدم باقلة يابسة مستحيل الصير أي مرة أجربتها ما نجح عندي ما صار طيب أبداً الباقلة بقى فقط الفرش أو الجامدة نضع نضع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ينضع ستأخذ نضع السلام ونضع ملعقة ملعقة خمرة وطحين نعم ستأخذها ثاني يوم ستأخذها باً حتى لأنني بصراحة أدور على القوالب مالذة لديها لديها حلقة الخاصة مالذة لابية وتتدلل عليها إن شاء الله هاليومين ثلاثة لا أعطوا أكثر هاليومين ثلاثة مجرد أن توفر القوالب مالذة لابية شكراً لإتصالك رأيكم ما زلت هذا أحمس أمامكم زلت هذا أحمس أنا أخاف على أعزائي المشاهدين أن أعطيكم وصفة ناقصة أو زايدة يعني أنا اللي مشتغلها يعني صارت تقريباً فترة شهور ما مشتغلها فتعرفون واحد بقى لمدفتر أكيد إنسى شغلة يحص شغلة فأحب أن أعطيها بدقة وخاصة من أشتغل الآن أنا مثل أشتغلت قدام كنت شي حطيتون هذا ملعقة حطيتون هذا النوس حطيتون هذا كامل شنو واحد قدام عيني الصير الشار فأكيد استفديت وحتى مثلاً إذا لم تسجلتوها ستعيدون الحلقة على اليوتيوب الثاني يوم الحلقة معيودة على القناة تكتبوها وتفطنوها شاهدوها السهل مالتي أبدأ أضع الماء عليها يوم حلقتنا كلها طبخ مباشر أضع الماء أضع الماء أضع الماء أضع الماء وملح فقط أضع أكثر من الماء وملح أضع الماء أضع الماء لأنه يضيع النكهة لدينا اتصال آخر أم ضفاف من أربيل أم ضفاف نعم أم ضفاف من أربيل ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام أم ضفاف شونج رمضان كريم رمضان كريم عليك مضفاف إن شاء الله صيام مقبول وإفطار شهي بدنا الله نوم لكم أجمعين أمة محمد الله يسلمك الله يسلمك تفضلي مضفاف أمرينا بأي شيء أنا أجبني إذا كنت في اليوم يجبين الكبة الكببة كبيرة الكببة الكبيرة الكببة الكبيرة قصد كبة الصراي الموصلية الكببة الموصلية نسميها أنا قلت حلقة مع الموصلية وقلت لكم على القوالب قلت حلقة كاملة هنا هل تحبين أعاد لك المواد مع الكببة الموصلية التي تقومها أنت؟ والله اليوم اليوم أنت قلت لك نحن لدينا كهرب لكن حلقة على اليوتيوب أعاد لك المواد أعاد لك أعاد لك أعاد لك أعاد لك المواد أو حتى إذا تذهبوا أعاد لك المواد الكببة الموصلية أراها أعزائي المشاهدين أذكرها لأنها قبل لم أشتغلتها ليس مثل الزلابيا لأنها لم يشتغلها الكببة الموصلية دعني نفرض على التعاير جريش جريش برغل ونصف نصف لحم أحمر سادة الجريش والبرغل أخبطهم وأخسلهم غسلة خفيفة ليس غسلة خفيفة مجرد أن أقعهم بالماء وأعفهم منها في ساعة ساعتين بعدين أخبطوا إليهم اللحم أو اللحم أخبطوا إليهم وأضع لهم فقط ملح هذا صار القشر مع الكببة وأضربها بالمكينة مع اللحم مرتين أو مرة واحدة حسب الجريش مات أو حسب المكينة مالتها على الموت تلابس بشكل ممتاز فصير عندنا الكببة المصلاوية طبعاً هذا الشيبق أنا لها أحتفظ به يمي هذا الشيبق يا أم الضفاف هذا الشيبق من ساعة الضفاف الضفاف النهار صارت عدي أجيب صارت عدي العجنة كاملة هنا أجيب أجيب ثنين قطعتين مال نايلون تشيز أو فشي أفرش الأول حسب الخفة اللي أنا أعليها و أنا أقتنم عن عندها أجيب أو أنت وأفرش الثاني هماتين على تشيز نايلون وأجيب فتقالب ممكن أجيب قبغ ماتجدر هذا ممكن هذا قبغ ماتجدر أحطه على الكوباية وأوخر الزائد من عندها وأشيله أرجع القبغ وأضع القبغ وأضع القبغ على الكوباية الأخرى يعني على العجين الأخرى الآن أفرشها وأخرها وبعدها أجيب القيمة مع اللحم القيمة مع اللحم طبعاً حسب الرغبة تريدوها حارة تريدوها باردة تريدوها بكرافس تريدوها باللوز بالكشميس بالجوز ما يعجبكم؟ أنتو بعد أحرار بها سارفة أوزع القيمة وأجي أطبق الجزء الثاني مع الكوبا اللي أنا فرشتها ومجرد أطبقها وحطها بمي حار يغلي المي حار يكون يغلي حاطة شوية ملح مؤزيد تطلع الكوبا وإن شاء الله سأقوم بكم حلقة عن قريب سأقوم بها أنواع من الكوبا كوباة حلب كوباة مشوية كوباة سراي كوباة موصل إن شاء الله هذه الحلقة سأرى كنترول مالتي البروغرام وإن شاء الله سأصلكم حلقة خاصة عن هذه الكوباة كيف؟ كلها شوفوها وتستفادون إن شاء الله من عيدها وبالذات الكوباة من الحلب أريدكم تشوفوها إنتو ها ستشوفون هذا قام عندي يغلي قام يغلي عندي تمن باقلة أصفي للتمن بالماء بالمناسبة الرز الرز جغل من تنقعه ما علي الشيء بس إذا تنقع زايد قلل الماء من تريدون أن تسوي أنتو هذا الرز مالتي حطيته الآن هذه الكمية تقريبا 300 غرام بمعنى غلاسين غلاسين صغار مكبار حطيت ماء غلاسين 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 الآن أبدأ أغطي الثمن المالتي وأنتظر يصير الآن أأتي على التشريب أرى ما هي أخبارها ماذا أفعل؟ آآ بدأ التشريب ينطيني أرى أني أخبارها من الكرافوس معدنوس لم يكن أشكال بينهم رأي مجزومة كاملة هي مخيطة المونة المونة لا تلوي غير لون هاي أزتها بالزبل أخلص من عدها عادة ترى هاي أبدأ أقلب أقلب هماتين وإذا عدي فارت انسلقت النوم بصرة دائماً على طرف الجدر أقوم بها الحركة هاي بعدها دائماً أقوم بها الحركة يعني شنو أجعصها أجعصها قوي نزرفها زرف بسيط من نانا أو من نانا كيف كنت تزرفوها وزرفوها بس هي من تنسلق بصرة عامة من كمسة وها الحركة مجرد أنه على طرف الجدر أجعصها على مدة الذب المونة مالتها ستصبح كل شي طيبة هاي هاي ستترون الورق الغار الهيل سينطل كلها في الطعم كل شي طيب وبالمناسبة هاي ينفع أنه واحد يفطر عليها هذا السوبلين هو يعتبر هذا السوب مالدجاج من الطراز الأول من درجة الأولى بحارات وبطاطا وبلفل أعتقد أننا أتصال فاطمة من النجف السلام عليكم السلام عليكم السلام أهلاً فاطمة كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ طبعاً كيف حالك؟ كيف حالك؟ سام Pittsburgh جميلة كبة درجةimoto عاردتها تشاهدة من المشورات مالتج Naruto المشورات فيلتها تشاهدون صناعي مالتج كلما cree كم إلا لا أعرف لأن البنات في عمرهم يقولون أنها تبخوا فقط، فهي شهادة من لديك أخوة فاطمة أنا طبعاً هم هو أنك الطبخ جداً أحب الطبخ وأخذ سعب أشياء ممتاز، ممتاز، هل أنت أحب أن الطبخ أصبح طبخاً؟ أخذت بطبعتك حسنتي، رأي برامج الطبخ دائماً، رأي برامج الطبخ دائماً، أنت يصبح طبخاً، والذي يحب الطبخ يصبح طبخاً، هذه قاعدة أعتقد أنني حزب الطبخ، حتى عملت مشروع قديو وقعه أثيراً أعرفها، 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 الصغير يجب عليك أن تكون أكبر أمريني، فاطمة؟ بالطبع، أملكت مرحلة جداً طيبة، جداً هم أعرفها سيكون خيالي ألف عافية، ألف عافية، شكراً جزيلاً هل أنت نفسك طيبة، وأن أريد أن تكون أكد بطلعه أولاً، أريد المقادر والماء الكوبة الكوبة المقادير مالتها. كوبة اليخنية الجيبين 200 غرام حسب وجهة حسب وجهة هنا. الجيبين 200 غرام تمّن. 200 غرام تمّن. تمام؟ و 100 غرام لحم أحمر سادة. جيد. تعرفين لحم الأحمر السادة؟ تعرفين. بالضبط 100 غرام الجيبين لحم أحمر سادة. كيف تفعل التمن؟ نقعته من الليل. نقعته من الليل إلى التمن. وتضعه. تأتي الثاني يوم الصفي. تخبطيه هذا اللحم. يعني تمنى أن اللحم ليس قليلاً. 200 غرام بـ 200 غرام. يعني تقريباً نصف الكمية مع التمن هو لحم. تضع الملح فقط. وضربيهن بالمكينة ثلاثة أربع مرات. المكينة مع اللحم ضربيهن. ثلاثة أربع مرات. حسناً. القيمة دائماً أتركها للمشاهدين. أنتم فنانين أكيد بالقيمة. القيمة سهلة. أي شخص يمكن أن تفعلها. حتى الزجورة تقوم بشقة واحدة. يستطيع القيمة. حسناً. فأنت مقاتيمة. كيف تحب القيمة؟ كيف تحب القيمة؟ ولكن دائماً تضع الفلفل الأحمر الحلوى بالقيمة. أو تضع معها. مثلاً نعناع. وخص يمكنك الحلوى بالقيمة. لا تقلق علي أن تقوم بشقة واحدة. لا تقوم بشقة واحدة. لكني تحب القيمة لم تقوم بشكل حالي. يعني لا تحجت على خير. في نجاتة وفروطة ما لا تحجت عليها. وردت السوق يومي تفضل بك. لا تفضل بك. تماماً. شكراً لك شكراً لك سهلاً عزائل المشاهدين ننتظر أطباقنا تخلص ونأخذ فاصل نرجع لكم رجعنا معكم من جديد عزائل المشاهدين بعد ما حطينا تشريب مادجات دي سخن وبعد ما حطينا التمنباقلة ديت حدر هسا نجي نسوي آخر فقرة مالتنا اللي هي المقبلات علي نازك أولاً سأضع هذا مالتي الزبد سأضعه على النار واليوم طبعاً كلها طبخ ما عدنا شغلة جاهزة هسا تشاهدون هذا البيتنجان المشوي اكو جاهز اكو انتشون بعادة البيتنجان المشوي من الشوي صور شوية بمي خاصاً إذا حطنا فترة طويلة تشاهدون شكله بمي شوية فش سوي؟ أبدأ أصفي من المي بهالطريقة هاي تشاهدون مجرد انه حطيته بمصفي بسيط حطه هنا على المصر حينقط المي ماتة وأبدأ أقلب بالزبد الان يسيح تماماً جاهزة 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 ملعقة من الأكل زبد كوب حليب ومبشور من جبن قشقوان أي شنو جبن من بيتزين ملعقة واحدة ليس أكثر كل شيء سهل كل شيء بسيط والملح والشكر حسب الرغبة طبعا نضع ملح وشكر يعني واحد ضد الله الآن أبدأ أضع بيتنجان مالتي هذا ترون أعطيت البيتنجان هذه الطريقة أقلي قليل بيتنجان ويالزبد ينقلي ويالزبد يجب أن ترون كيف حدث شكله المقادر لم تظهر على الشاشة جيد جيد اليوم من البيت سأفعل الفطور بسرعة سأفعلها طبعا بالمناسبة هذه الأكلة هي على نازكة النكل ويهاي الأكلتين بالضبط كل مقبلات وكل سلطة أو كل أسويها ويها الأكلة اللي أنا سوتها يعني مثلا إذا كانت دسمة الأكلة نسيطة وسيطة إذا كانت الأكلة نص ونص نسوي هذه العلي نازك اللي هي نص ونص يعني لا أقول لك دسمة ولا أقول لك خفيفة لأن بيتنجان بيتنجان حليب الكوب مالتي بهذه الطريقة ويجعل الحليب ويعها أبدأ أصبقاني أطبقي الباقية اللي كمل منهن سأرى هذا الدجاج هذا التمن كمل نعم هذا الدجاج كمل ند inteiro تبا Look it هذا الدجاج أبدأ أصبها حتى حتيت المنقل هنا ها هو هي صب حتى نريدهم في الزب مكان جميل جميل خاطئ التنجان و Gerard هذا الصدر هايك العظم يصعير هسا هزين هذا الحموص البطاطا الصغار هاي دي شوفوها شون صار بحورة في الغار طلع وياها هذا العظم عفوا هو طالع العظم كله كملة تقدي هاي شوية طشر هنا هنا مشكل هاي 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 الف عافية هذا تشريب كمل نيجي نغطي دي شوفون شوفو هاي اضل خوط بيها باعو بده البتنجان يشفط الحليب هماتين احطة هاي دي شوفون هسا هنان عندي هذا التمن هدر الحمدلله كمل أبدي أصبه التمن ماتي على باق الله دي شوفون اللحم شو متخلله هذا وابدي ازينة حاطيت شوية بصل بواربكة زين دي شوفون تمن هذا بعد شوية راد لتهدير لا بس هو هسا هذا نقدر نااكلها حبايا واقفة نقدر نااكلها حبايا ناعمة بسبت ما دي شوفون وابدي ازينة احط الفلفل هذا كلش طيب كلش طيب ويتمن هذا التمن هنا يراد لعشر دقائق يهدر يصير مية بالمية على مضيق الوقت اعني قدمت لكم هسا هسا هنا اخر شيء مالتنا اجيب اخر شيء الخاشوقة واحدة بس منعقة واحدة حاطيتها وابدي ثم يشوفون قام يذوب الجبن قام يذوب الجبن وصار كلش حلو هسا صار الطعم مالتة كلش طيب هذا علي نازك الظاهر مكفان الجبن نحط بعض ملعقة لخ المهم صار عندي قوام كلش حلوة يسيح هذا يسيح مثل ما يسيح عند البيزة خاصة من التعرض للحرارة شوفوا قوام تشكي حلوة صارت هسا هذا كلش صار الجبن وهي كملة عدي السلطة انا مزينها وابدي اصبها بها الطريقة هاي 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 هالطريقة هاي نقدر نقول انه هذا غنوجة ابن بابا غنوج هاي حطيناه هذا علي ابن بابا غنوج الابن الثاني ها ايني احنا هسا كملنا ثلاثة اطباق اللي هو اثنين يعتبرون رئيسيات اللي تشريب الدجاج وتمن باقلة تمن باقلة تمن باقلة تمن باقلة تهدير اللي بعد ما هدران زين اتشف دجاج كمل وهي المقبلات مالتنا علي نازك اتمنى استفاديته من فقراتنا لهذا اليوم وان شاء الله نلتقيكم باشر في فقرة جديدة احب انوه قبل ما اخرج من البرنامج انو هذا البرنامج برعاية المطوخ المواصلي الكائف اسطنبول يوسف باشر ومن تقديمي آيني شيف عمار ألتقيكم باشر مع السلامة